بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء نلتقي بكم في محاضرة جديدة من محاضرات مساق المدخل لدراسة القانون حيث انتهينا في المحاضرة الماضية من الحديث عن آخر موضوعات الشخصية الطبيعية وهو موضوع الأهلية وتناولنا موضوع الشخصية الطبيعية من حيث بدايتها وانتهائها وتناولنا موضوع أهليتها وفرقنا بين أهلية الأداء وأهلية الوجوب في هذه المحاضرة بمشيئة الله تعالى سنتناول موضوعا جديدا وهو الشخص الحكمي أو الشخصية الاعتبارية طبعا هناك مجموعة من العوامل أدت إلى ظهور هذا النوع من الأشخاص القانونيين ومن أهم هذه العوامل وهذه الأسباب هو أن هناك مجموعة من المشروعات الكبيرة التي لا يستطيع فرد بمفرده أن يقوم بإدارتها وإنشائها وإنما يفترض وجود تجمعات من الأشخاص والأموال لإدارة هذا المشروع سواء كان مشروعا خيريا أو مشروعا ربحيا ومن الأمثلة التي تشتهر في هذا المجال هي أعمال البنوك والشركات الكبرى الخاصة بالنقل البري والبحري وشركات إنشاء السكك الحديدية وغيرها كون أن هذا النوع من الشركات يكون ذو أعمال كبيرة لا يستطيع شخص بمفرده كما قلنا أن يتحمل الأعباء المالية والإدارية عن إنشاء هذا المشروع وبالتالي يتجمع الأشخاص والأموال لإنشاء هذا المشروع الكبير الذي في النهاية سيكون أحلا لإكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ولذلك القانون اعترف للشخصية الاعتبارية بالشخصية القانونية وأضفى على هذه الشخصية الحماية القانونية كما سنرى في هذه المحاضرة بمشيئة الله تعالى في هذه المحاضرة سنتناول مجموعة من الموضوعات أولها تعريف الشخص الاعتباري ومقاومات هذا الشخص طبعا الشخص الاعتباري هو شخص قانوني كما قلنا كون أن الشخص القانوني هو الشخص الذي يستطيع أن يتحمل الالتزامات وأن يكتسب الحقوق والشخص الاعتباري هو الشخص الغير إنسان الغير إنسان يعني غير طبيعي هو متكون من مجموعة أشخاص طبيعيين أو أموال لكنه مستقل عن هؤلاء الأشخاص كالشركة مثلا هي ليست إنسانا وليست شخصا طبيعيا وإنما تكونات من مجموعة أشخاص كونوا هذه الشركة فتعتبر الشركة إذن شخصا اعتباريا يتمتع بالشخصية القانونية المستقلة عن شخصية الشركاء وعن شخصية المؤسسين لهذه الشركة وبناء على ما تقدم فإن الشخص الاعتباري يعتبر جماعة من الأشخاص يضمهم تكوين يرمي إلى تحقيق هدف معين أو مجموعة من الأموال ترصد لتحقيق غرض معين يخلق القانون عليها الشخصية فتكون شخصا مستقلا متميزا عن الأشخاص الذين يساهمون في نشاطها أو يفيدون منها كالدولة والجمعية والشركات والمؤسسات إذن هذا هو تعريف الشخص القانوني حيث أن هذا الشخص يضم مجموعة أشخاص لها هدف معين يكون الشخص القانوني الاعتباري شخصية قانونية مستقلة عن شخصية الأشخاص المكونين لهذا الشخص الاعتباري وبالتالي فهناك مجموعة من المقاومات للشخص الاعتباري أولها أنه كائن جماعي أو اجتماعي وهذا الكائن يأتي عن طريق تجمعات من الأفراد والأموال كما قلنا وطبعا يتمتع هذا الكائن بذاتية مستقلة عن ذاتية الأشخاص المكونين له أو الذين أنشأوه إذن أول مكون أو مقوم من مقاومات الشخصية الاعتبارية هو أنه كائن اجتماعي ناتج عن تجمع من الأموال أو الأشخاص ويتمتع بشخصية مستقلة وذاتية مستقلة عن الأشخاص المكونين له كالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات ثانيا وهو أن هذه الشخصية القانونية تكتسب القيمة الاجتماعية من أهمية الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه وقدرة هذه الشخصية على تحقيق الهدف بشكل أفضل من الأفراد فأحد مقاوماتها إذن هو أن الهدف الذي أنشأت من أجله هو هدف كبير لا يستطيع فرد بمفرده أن يقوم به وبالتالي فهذه الشركة أو هذه المؤسسة نشأت نتيجة عدم استطاعة الأفراد بمفردهم القيام بهذا الهدف وطبعا يجب أن يكون الهدف ممكنا ومشروعا كما يجب أن يكون مستمرا كأعمال الشركات والجمعيات والمؤسسات ثالث مقاوم وهو أن توجد هيئة تمثل هذا الشخص الاعتبار وبالتالي فإن الشركة لا تستطيع أن تعبر عن نفسها من تلقاء نفسها وإنما يوجد ممثل لهذه الشركة أو هيئة تمثل هذه الشركة أو المؤسسة تقوم طبعا هذه الهيئة بالتمثيل الشركة والتعبير عن إرادتها وإذا توافرت هذه الثلاث مقاومات وهي التجمع من الأموال الأفراد وهدف وهيئة تمثلها إذن يستطيع أخيرا أن هذا الشخص الاعتباري اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات الموضوع الثاني في موضوع الشخصية الاعتبارية هي مدة الشخصية الاعتبارية نريد في هذا الموضوع الحديث عن متى تبدأ ومتى تنتهي هذه الشخصية الاعتبارية أولا بدء الشخصية الاعتبارية طبعا تبدأ الشخصية الاعتبارية بمجرد الاعتراف بها من قبل السلطات المختصة في الدولة وطبعا هناك نوعين من الاعتراف هناك اعتراف عام واعتراف خاص أما الاعتراف العام فهو الاصل عفوا وأما الاعتراف الخاص فهو الاستثناء والاعتراف العام يكون بتوفر بعض الشروط التي حددها القانون في الشخص الاعتباري فإن توافرت هذه الشروط يعتبر الشخص الاعتباري موجودا بدون الحصول على ترخيص أو إذن لإنشاؤه فبمجرد تجمع هذه الشروط وتوافقها يكون الشخص الاعتباري قد بدأ نشاطه دون الحاجة إلى الحصول على إذن كما قلنا وطبعا تبدأ هذه الشخصية الاعتبارية العامة بالنسبة لمجموعة معينة من التجمعات وهي كالدولة والوزارات وإداراتها ومؤسساتها والبلديات وغيرها من المؤسسات الدولة هذا فيما يخص الاعتراف العام أما الاعتراف الخاص فهو متكون من شقين الشق الأول أو عنصرين العنصر الأول هو عنصر مادي وتمثل بتوفر الشروط التي حددها القانون بخصوص هذا التجمع يعني مثال ذلك لو احنا بدنا نعمل شركة هناك شروط لتأسيس الشركة يجب أن تكون من مجموعة أشخاص معينين يجب أن تكون من رأس مال معين يجب أن تكون وفق نظام قانوني معين والعنصر الثاني وهو العنصر الشكلي ونعني به الاعتراف من الجهات الخاصة وهو ما نسميه بالاعتراف الخاص الاعتراف الخاص ومعنى ذلك الحصول على إذن أو ترخيص أو قرار من الجهات المختصة في الدولة لكي يمارس هذا الشخص الاعتباري نشاطه الذي رسم وحدد له ويحق وصولا لتحقيق الهدف المرجو من تأسيس هذا الشخص الاعتباري ومثال ذلك الأحزاب السياسية الأحزاب السياسية تعتبر طبعا شخصية اعتبارية تحتاج لإذن خاص حتى تمارس عملها السياسي المرسوم لها وفق القانون ويجب الحصول على هذا الإذن من وزارة الداخلية مثلا أيضا الشركات نحتاج إلى إذن من وزارة الاقتصاد ويجب أن يكون هناك ترخيص من مسجل الشركات لكي تمارس الشركات عملها التجاري وبالتالي فإن الإنشاء أو بداية الشخصية الاعتبارية تكون إما بالاعتراف العام كالدولة ووزاراتها والبلديات وإما بالاعتراف الخاص الذي يؤخذ من مؤسسات الدولة سواء كانت وزارة الداخلية أو وزارة الصناعة أو البلديات وما نسميه بالترخيص أو الإذن أو قرار منح الترخيص هذا فيما يخص بداية الشخصية الاعتبارية أما فيما يخص انتهاء الشخصية القانونية فهناك نوعين من أسباب الانتهاء هناك أسباب طبيعية لانقضاء الشخصية القانونية وهناك أسباب غير طبيعية أما فيما يخص الأسباب الطبيعية فهي واحد انتهاء المدة المحددة لوجود الشخص الاعتباري فسند تأسيس الشخص الاعتباري قد يتضمن مدة محددة لانتهاء هذا الشخص فإذا انتهت هذه المدة يكون الشخص الاعتباري قد انتهى وفقا لانتهاء المدة القانونية له السبب الثاني وهو تحقق الغرض من إنشاء هذا الشخص الاعتباري فإحيانا يمكن تأسيس مثلا جمعية بهدف إنشاء مسجد معين فإن أنشأت هذه الجمعية هذا المسجد تعتبر انتهت الهدف أو الغرض الذي انشأت لأجله وبالتالي تنتهي هذه الشخصية القانونية السبب الثالث من أسباب الطبيعية لانتهاء الشخصية القانونية وهو موت جميع أعضاء الشخصية الاعتبارية فإن مات جميع الشركاء مثلا في الشركة فإن هذه الشركة تكون قد انقضت ما لم تكن طبعا الشركة تعود إلى شخص واحد نحن نتكلم هنا عن الشركة التي تضم مجموعة من الأشخاص فإن مات جميع هؤلاء الأشخاص تنقضي الشركة تنقضي هذه الشركة الأسباب غير الطبيعية لانقضاء الشخص الطبيعي وهي أولا حل الشخص الاعتباري عفوا الأسباب الغير طبيعية لانقضاء الشخصية الاعتبارية أولا حل الشخصية الاعتبارية وهنا نقصد بالحل هو سحب الاعتراف بهذه الشركة أو هذه المؤسسة فإن سحب هذا الاعتراف فإن هذا الشخص الاعتباري يكون قد انتهت شخصيته القانونية أو إذا طبعا أخذ الترخيص أو سحب الترخيص أو الإذن من ممارسة هذا الشخص لأعماله فإن هذه الشخصية القانونية تنتهي بسحب هذا الترخيص أيضا قد يكون الحل من قبل الأعضاء ممكن أعضاء الشركة نفسها يقوموا بحل هذه الشركة وطبعا هذا الحل إما أن يكون حلا اختياريا وإما أن يكون حلا إجباريا بناء على هذا الكلام أولا الحل الاختياري هو يتم بصدور قرار من الأغلبية المحددة في سند إنشاء الشخص الاعتباري فإن حدد مثلا سند إنشاء الشخص الاعتباري أنه يجب لحل هذا الشخص موافق الثلثين أعضاء مجلس الإدارة مثلا فإن موافقة الثلثين على الحل يعتبر إنهاءا لهذه الشخصية القانونية أما الحل الإجباري فيكون من قبل السلطة القضائية أو السلطة الإدارية أو من السلطة التشريعية ففي مثال الحل من قبل السلطة القضائية قد يمارس شخصا مشروعا يمارس أعمال غير مشروعة وبالتالي يزدو القرار من السلطة القضائية بحل هذا الشخص الاعتباري أيضا السلطة الإدارية التي منحت الإذن فالسلطة الإدارية كما تستطيع منح الإذن فإنها تستطيع أيضا سحب هذا الإذن أو الترخيص فهي تملك الإنشاء وهي تملك الإلغاء أيضا وأيضا تستطيع السلطة التشريعية إنهاء الشخص الاعتباري وحله إذا رأت أن هناك طائفة من الأشخاص الاعتباريين يجب إنهاؤهم فإنها تصدر قرارا بحال هؤلاء الأشخاص الاعتباريين وطبعا بعد صدور قرار الحل سواء الحل الاختياري أو الحل الإجباري تبقى الشخصية القانونية لهذا الشخص الاعتباري لحين تصفيت الشخص الاعتباري وتزديد الديون وتصفيت الالتزامات التي قد تراكمت عليه وبذلك نكون قد أنهينا موضوع بداية وانتهاء الشخص الاعتباري نأتي إلى الموضوع قبل الأخير في هذا الموضوع وهو خصائص الشخص الاعتباري طبعا كما للشخص الطبيعي مميزات فإن للشخص الاعتباري أيضا مميزات وخصائص أولها أن لهذا الشخص ذنب مالية مستقلة وأيضا له أهلية في الحدود التي يحددها له سند الإنشاء وأيضا له موطن مستقل وبالإضافة إلى أنه يتمتع بالجنسية وله حق الحق في التقاضي نأتي أولا للحديث عن الإسم فكما للشخص الطبيعي إسم يميزه عن غيره من الأشخاص الطبيعيين أيضا هناك إسم للشخص الاعتباري وهذا الإسم طبعا يميزه عن غيره من الأشخاص الاعتباريين ويشتق الإسم إما من أسماء الأعضاء المكونين له فمثلا نقول شركة فلان وأولاده أو شركة فلان أبناء عام هذا الإسم مشتق من أسماء الأعضاء المكونين لهذه الشركة أو لهذا الشخص الاعتباري وإما أن يكون الإسم مشتقا من الغرض الذي أنشئ لأجله ومثال ذلك مثلا شركة الاتصالات الفلسطينية أو شركة النقل والمواصلات وهكذا فإن هذه الشركات سميت بسبب الغرض الذي أنشئت لأجله هذه الشركات الخاصية الثانية وهي الموطن كما للشخص الطبيعي موطن فإن للشخص الاعتباري أيضا موطن خاص به وقلنا أن هناك أهمية للموطن حيث أن الموطن يساعد في تحديد المحكمة التي سترى القضية المنظورة التي يكون فيها الشخص الاعتباري خصما وأيضا حتى يتم تبليغ الأوراق القضائية بشكل سليم يجب أن تبلغ في موطن الشخص الاعتباري ويتحدد مركز الشخص الاعتباري بمركز إدارته الرئيس ولكن إذا كان لهذا الشخص الاعتباري فروع فإن كل فرع يكون موطنا له في حدود الأعمال التي يباشرها هذا الفرع وثالثا الجنسية فإن للشخص الاعتباري أيضا جنسية وهذه الجنسية طبعا يخضع الشخص الاعتباري لها كون أن هناك قانون يجب أن يطبق على هذا الشخص الاعتباري وبالتالي يجب تحديد جنسية هذا الشخص الاعتباري حتى نستطيع تحديد القانون الذي يجب أن يطبق على هذا الشخص ويأخذ طبعا بمعيار المركز الرئيسي الفعلي للشخص الاعتباري حتى تحدد جنسية هذا الشخص الاعتباري فمثلا إن كان مركزه الرئيسي في مصر فإن جنسيته ستكون المصرية وإن كان المركز الرئيسي في فلسطين فإن جنسية هذه الشركة أو هذا الشخص الاعتباري ستكون الفلسطينية وأيضا رابعا يكون لهذا الشخص الاعتباري ذمة مالية والذمة المالية للشخص الاعتباري طبعا ذمة مالية مستقلة عن ذمم الأعضاء المكونين لهذا الشخص ولا يجوز بناء على ذلك لدائني أعضاء الشخص الاعتباري الشخصيين استيفاء حقوقهم من ذمة الشخص الاعتباري فمثلا لو أنا عضو في شركة أو في مؤسسة ما وهناك شخص يريد مني دين معين فإنه يأخذ دينه مني من مالي الخاص وليس من مال الشركة أخيرا الأهلية أو قبل الأخير الأهلية والأهلية طبعا التي تثبت للشخص الاعتباري هي أهلية الوجوب فقط أهلية الوجوب فقط لماذا أهلية الوجوب؟ لأننا عندما تحدثنا عن أهلية الأداء قلنا أن أهلية الأداء محلها الإدراك والتمييز وقوامها أصلا الإدراك والتمييز ولكن الشخص الاعتباري لا يكون قادرا على التمييز أو الإدراك كون أنه شخص غير طبيعي وغير عاقل وإنما يديره أشخاص طبيعيين وبالتالي فإن الشخص الاعتباري لا تثبت له إلا شخصية وجوب ولا تثبت له أهلية الأداء ولا تثبت له أهلية الأداء لأنه فاقد للتمييز وفاقد للإدراك وطبعا هذه الأهلية تحدد في سند إنشاء هذا الشخص الاعتباري ويباشر الممثل عنه أو النائب عنه الأعمال الإدارية الخاصة بها باستمرار عمل الشخص الاعتباري ولكن إذا قام الممثل بأي عمل من أعمال الإدارة الخاصة بأعمال الشخص الاعتباري فإن هذه الأعمال تنصرف إلى الشخص الاعتباري ولا تنصرف إلى شخصية الممثل ذاته وبالتالي هذا الأمر حدده القانون كون أنه نائب عن الشخص الاعتباري وهذا النائب يمارس العمل باسم الشخص الاعتباري ولصالحه باسم الشخص الاعتباري ولصالحه سادسا وأخيرا وهو الحق في التقاضي قلنا أن للشخص الطبيعي حق في التقاضي وأيضا الشخص الاعتباري يملك هذا الحق فمن حقه أن يرفع الدعاوى باسمه الشخصي وأيضا قد يكون مدعى عليه أي ترفع عليه القضايا وطبعا الذي يمثل الشخص الاعتباري أمام القضاء أو هو ممثله سواء كان عضوا من أعضاء مجلس الإدارة أو مديره أو صاحب هذه الشركة وتنصرف في النهاية الآثار مترتبة عن الحكم القضائي إلى الشخص الاعتباري نفسه ولا تنصرف إلى الشخص الطبيعي فيما يخص أنواع الأشخاص الاعتباريين هذا الموضوع نريد أن نقرأه فقط وما نريده هو معرفة الأشخاص الاعتباريين الموجودين في فلسطين والمعترف فيهم موقع القانون المدني الفلسطيني وهم على سبيل الذكر الدولة ووحداتها الإدارية والبلديات وغيرها من المؤسسات المنشئة للدولة أيضا المصالح والهيئات والمنشئات العامة أيضا الأوقاف والهيئات والطوائف الدينية والشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات المنشئة وفقا لأحكام القانون وسادسا وأخيرا كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص القانون وطبعا تثبت هذه الشخصية إذا كان الشخص الاعتباري قادرا على تحمل الالتزامات واكتساب الحقوق إلى هنا نكون قد أنهينا أول ركن من أركان الحق وهو الشخصية القانونية تحدثنا في هذا الركن عن الشخصية القانونية الطبيعية وتحدثنا فيها عن موضوعات عديدة بدايتها ونهايتها والأهلية القانونية وفي محاضرتنا لهذا اليوم تحدثنا عن النوع الثاني من الأشخاص القانونيين وهم الأشخاص الاعتباريين ووصلنا إلى نهاية هذا الموضوع في المحاضرة القادمة سنتناول الركن الثاني من أركان الحق وهو محل الحق إلى هنا ننهي محاضرتنا لهذا اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته